اللي يسمع بتصريحات ابطال المقاومة وقادتها بالسنة الأخيرة بالتحديد حول الانسحاب الأمريكي وجدولة الانسحاب وتحرير البلد من الوجود الأمريكي وتحذير الولايات المتحدة وتهديداتها وإعطاها آخر فرصة يتوقع أن اللقاء اللي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومرشح قوى المقاومة سيد محمد الشاعر السوداني يكون من اللقاءات النارية اللي يخلي بها السيد السوداني النقاط على الحروف ويحصر جو بايدن بزاوية ضيقة أما يقبل بجلاء القوات المحتلة من كامل الأراضي العراقية بدون شرط أو قيد أو المقاومة العراقية تستأنف عملياتها الجهادية وتطلع المحتل غصبا ما على شاربة وبعد ما شفنا المحاضن والمباوس بين السيد السوداني ووزير الخارجية الأمريكي قلنا يجوز السيد السوداني سكت لأنه بلينكين ما بيده شيء وينو الحل والربط بيده الرئيس الأمريكي جو بايدن وينو يلتقي به بالبيت الأبيض يشوف النسوان شجيب وبعد ما شفنا واسمعنا الرئيس الأمريكي يحطي على أمن إسرائيل وعلى الرد الإيراني جنا نتوقع أن السيد السوداني رده ويقوله واني شنو بالموضوع هذا قابل آني إيراني حتى تحطي بهذا الشيء وظلينا ننتظر كلمة السيد السوداني وإيدينه على قلوب له لأن نعرف به شقد عصبي وتوري ودم فاير وخصوصا إذا كانت الشغلة تمس السيادة أو سيادة البلد أو حرية شعبه لما أجه سر السوداني وبدأ يتكلم وذا يحطينا بالشراكة الستراتيجية الكاملة بينه وبين الولايات المتحدة والتعاون ودعوة الشركات الأمريكية وتقوية العلاقة وتفعيل الاتفاقيات السابقة ولو معيبه وزحمه يمكن كان يغنينا أغنية عادل عقلة بس أريدك ترضى عني أنا منك ونت مني ترجمة نانسي قنقر